بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إزهيكوا حبيبي متابعين ومشتركين يا رب تكونوا بخير كل سنة وانتوا طيبين بمناسبة شهر رمضان ربنا يعود علينا وعليكم يا رب بالخير واليمن والبركات معلشي أنا بقالي كم يوم ما بنزلش فيديوهات علشان كنت مجغولة اليومون اللي فاتوا رحنا نعمل عمرة أنا وزوجي رحلة بجد يعني جميلة جدا أجواء روحانية حلوة قوي سافرنا من الرياض لمكة قضينا منسق العمرة الرحلة الحمد لله كانت ميسرة جدا الأجواء كانت رائعة والجو جميل شوفوا كده مع بعض أنا نزلت لكم فيديو عشان تشوفوا أجواء الرحلة بتاعتي أنا وزوجي من الرياض لمكة المسجد الحرام هنا وصلنا للميكات عشان طبعا ممكن من الميكات بنصلي راكاتين وبنلبس لبس الإحرام دلوقتي فطرقنا للفندق في مكة معلش يا الرحلة مختصرة شوية كده لإني بجدك الواحد مشغول بقى بالصلاة ومناسك العمرة فحاولت إن أنا أجيب لكم مكتطفات كده يعني تعيشوا معي حبيبي لازم تطبيق اعتمرنا مهم جدا عشان التصريح لسه في الطريق إحنا هو في المكة في طريق الفندق إحنا طبعا حاولنا إن إحنا يعني ندور على فندق آآ قريب جدا من الحرام يا دوبك بس هو خطوتين آآ ونوصل للحرام بدون ما نركب أي وصيلة انتقال تاني يعني في فنادي كتير بقى رحنا فندق مريديان وفندق الشهداء حلو جدا آآ هتتفرجوا عليه دلوقتي أنا صورته من جوة عشان حبيبي اللي عايزين يطلعوا عمرة ربنا يا ربي يسرها للجميع اللهم أمين ويكتبها لكل المسلمين إحنا وصلنا كده قدام الفندق الفندق في وش برج الساعة فندق الساعة قادي الفندق من من دجوة من الداخل ده مدخل الفندق هو سبع نجوم سيفن ستار عاملين بقى زينة رمضان احنا رحنا قبلها بآآ يعني بيقعدنا حوالي تلاتة أيام يعني رحنا وطالت يوم مشينا زوجي رايح الريسبشن عشان يشوف طبعا اجراءات الحجز الغرفة والحاجات دي عشان طبعا آآ نحجز غرفة نحط فيها احتياجاتنا مسلا من الشنطة معانا آآ ملابس بتاعتنا حاجات زي كده نرتاح شوية طبعا في العمرة الواحد اصلا ما بيبقاش عايز لينام ولا يروح في حتة خالص غير في الحرم يعني الواحد عايز ينام ويسحى في الحرم بس طبعا دلوقتي ما ينفعش عشان لازم كل واحد ليه موعد معينة في الحرم ادي زوجي اهو في الريسبشن كان بيحجز الغرفة دلوقتي احنا طالعين فوق آآ الغرفة بتاعتنا عشان طبعا نرتاح شوية ونحط مستلزماتنا فيها آآ كده احنا دخلنا الغرفة ادي شكل الغرفة من الداخل نفرقكم بقى عليها كده ده الحمام وبنوه تاني حبيبي عليكم اني لازم يكون فيه تصريح قبل ما تطلعوا العمرة آآ لازم طبعا تفعلوا تطبيق توكلنا وتطبيق اعتمرنا آآ التصريح بييجي بالتاريخ وبالساعة الفندق ما شاء الله منظم ونجيف جدا الرول سيرفز بجد يعني حاجة ممتازة ده كده الحمام نشوف بقى الغرفة ادي شكل الغرفة من الداخل احنا صراحة ما بنحقناش نقعد فيها كتير يعني ضوبك آآ مثلا روحنا غيرنا اللبس حطينا آآ آآ الشرنة بتاعتنا يعني كالنا كده وجبة سريعة وبعد كده نزلنا عشان كان معاد آآ التصريح بتاعنا بتاع آآ اداء مناسك العمرة ادي انا اهو بنفس الاحرام آآ كده انا احنا خارجين انا وزوجي آآ شايفين الشباك بتاع الغرفة آآ في وشه بالزبط اللي هو برج الساعة فندق برج الساعة ادي الشكل اهو نعمل لكم الفيديو عشان اتعيشوا الاجواء معايا كده بصوا الفندق يعني ممشناش كتير يعني هو حوالي خمس ست دقيق بكتير او الجو عايز اقول لكم كان ممتع الجو كان جميل جدا بجد نسمة هوا جميلة وحاجة روحانية كده ربنا يا ربي اكتبها للجميع اللهم امين كل اللي بيتمنيها يا ربي ادي الشكل من فوق ده انا بقى بصور نفسي كده للذكرة اه كده بقى احنا نزلنا علشان رايحين الحرم كده احنا بقى ندخلنا على البوابات عشان يشوفوا تصريح العمرة من خلال تطبيق اعتمرنا بالتاريخ وباليوم وبالساعة الحمام الحرم بسم الله ما شاء الله يعني حاجة تفرح كده اجواء جليلة ومسامة حلوة بتروسف لكم الشعور اللي انا حسيته ربنا يا وعد الجامع يا رب كده احنا نازلين للمسجد الحرام طبعا طول ما انت نازل بقى بتكبر يتقولي بسم الله والله اكبر يا رب زيد وبارك اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى قليل والصحبه وسلم لبيك عمرة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك عليش انعملت لكم اكتطفات كده يعني عشان طبعا اثناء المناسك يعني ما بقدرش ان انا اشيل عيني من على الكعبة تصوير ده كان بعد ما انا خلصت الطواف اللي الدنيا كترايقة وحلوة يعني وماشاء الله الاجراءات الاحترازية بجد يعني الناس ملتزمة والمكان المكان ما شاء الله ربنا يا ربي يوعد الجميع. ده الشكل بقى قولت ما اتصور كده عند الكعبة. كده احنا راح ينصفه والمروة. بجد يعني القائمين على النظام هناك. ما شاء الله ربنا يعنهم حاجة فوق الممتازة. كل شواء بقى نشرب مية زمزم. كل شواء نشرب مية زمزم كده. يعني حاجة بركة. الله ما صلى عن النبي. ما شاء الله. ادي ده بقى بالليل خالص بقى واحنا لنا ماشيين. قلنا بقى ايه يعني ناخد كم صورة كده للذكرة. الحمد لله. داني يوم صليت الترويح. صلينا الترويح ما شاء الله. يعني حين اول يوم رمضان. حين اول يوم رمضان. وليسه راجعين يا دوبك النهاردة. نهاردة الصبح الفجرية كده. منظر بجد ما شاء الله. يعني عارفة بتبقي. جاية المكان مش عارفة مش عايزة تمشي. يعني مش عايزة تمشي. ربنا يا ربي ينولها الجميع ويجبر بخاطر الجميع يا رب. وكل الحاجات الحلوة اللي انتو بتتمنوها في الايام المفترجة دي. ايام شهر رمضان المبارك. وربنا يعودوا علينا وعليكم بالخير يا رب. واليومنا والبركات. يتقبل يا رب سيامنا وصلاتنا وقيامنا. ويزيد ويبارك في المسجد الحرام يا رب. وفي المعتمرين والحجاج. اللهم امين يا رب العالمين. وينصر الاسلام والمسلمين في كل مكان يا رب. امين يا رب. ويصر في رب هزا الوباء عننا. اللهم امين. انا وزوجي بقى قلنا ايش ناخد شوية صور كده. صورت برة برضو عند الحتة اللي هي في الساحة. المنظر رائع صراحة. الفيديو ان شاء الله يكون عجبكم. از عجبكم بقى يلا بقى تشجيع كده واشتراك ولايك. وربنا يرزقكم جميعا يا رب بالحج والعمرة. واشوفكم على خير مع السلام.